قالت علاقة الكابتن حسام حسن مع محمد صلاح وبرضو بعد سؤالين ما تكرروا بدأ المؤتمر يضيق برضو بطرح هذه النقطة مع انه انت بتتكلم على واحد من اهم لعيب كرة القدم في العالم وبتتكلم على المدير الفني للمنتخب الوطن كابتن ابراهيم حسن جاوب بمنتهى الوضوح قال ان محمد صلاح نسخته مع حسام حسن هتبقى افضل ما يكون وكابتن حسن اكد على تقديره لقيمة محمد صلاح لكن تأكيده على معاملة كل اللعيبة معاملة واحدة وان كلهم ولاد مصر وكلهم نجوم مصر وكلهم ليهم كل التقدير وليهم كل الدعم والمساندة الكلام ده مهم جدا علشان ما حدش يسيب اي اثار لاي حلاقة ممكن الناس توطرها بس الكلام فيه بوضوح ما كانش يجب يداي احد نشوف رد كابتن حسام حسن على العلاقة المحتملة والمتوقعة له مع محمد صلاح كل العابين مهمين جدا لمتاخن مصر وكل على مدار السنين كلها وعنده عد على المتاخن مصر نجوم كباة وعظام منهم اللي موجودين في مبلس دارة اتحاد الكرة محمد صلاح من الناس العناصر اللي اظهرت العالم اعتقد ان كل الناس في الوقت اللي بلعيب زي محمد صلاح بيبدع خارج مصر او داخل مصر الناس كلها بتشيد بي بشكل كبير جدا محمد صلاح انصر مهم جدا لمتاخن مصر ان شاء الله اعتقد ان كل اللعابين في العالم بيبقوا في تحت النبض او قدام النبض في كل حتة في العالم لكن احنا نصوى الشخص كل اللعابين مهمين جدا مينا محمد صلاح مش عايزين نفنط اللعابين محمد صلاح ترزيجي ومش عارف الشناوي كل اللعابين مهمين جدا وتحت قيادة المنتخب الوطني وتحت قيادة الجهاز الفني كل من يساعد على نجاح وانتصارات وفرحة الشعب المصري فهو عيكون موجود مهم جدا بأداءه وإخلاصنا مش محمد صلاح بس انا مش عايز عشان برضو الأسئلة ما تبقاش كلها انا عايز ان احنا ما نبعدش او نخلي اللعابين بالاسم لان احنا كلنا اللعابين المصريين كلهم مجموعة بتمثل المنتخب مصر فمن بدل كده فبقول محمد صلاح مهم ترزيجي مهم الشناوي مهم كل الناس محمد هاني مهم انا بدي أبسيلة يعني اللي هييميز لعيب عن لعيب اداءه في الملحب اخلاصه للجماهير المصرية الشعب المصري بيحب كل لعب يلبس التشيرت المصري زي ما كابتن ابراهيم قال بيطلع قلبه للبلد يطلع قلبه في اسعادة الجماهير اللي هي فضل علينا مش الجماهير بس اللي اسمه مصر وعلم مصر فرحب كل لعيب اي لعيب عايز يفيد المنتخب المصري ونجحه وخاصة لعيب زي محمد صلاح كلنا بنسعى بليه وانا من اوال الناس اللي انا اكتشفت محمد صلاح وانا كنت ماسك نادي الزمالك في 2010 تقريبا قبل ما يخود التجربة بتاعت الاحتراف فمحمد صلاح نعيم مهم جدا فاتمنى ان احنا كل الاسئلة دي ما تعملش انساحة بيننا وبين باللعبيل لو سمحتوا لو سمحتوا شوف استاذ ابراهيم الحقيقة اكتر واحد لان نبقى فاهمين كلنا حريص على النجاح محمد صلاح الفترة جاة تحديدا هيكون هو محمد صلاح كابتن محمد صلاح قابل البطولة دي قال انا نفس حقق البطولة لان دي هو على المستوى الانجاز الشخصي حتنقله في كاتوجري تاني خالص يعني دي القطع اللي نقصاه انه هو في التقلق والطواهج اللي فيه في الدورة الانجليزية انه ياخد الكورة زهبية واللي رجع كافة ساديو ماني في بطول الكاس الامم الافريقية عليه ضرب الجزاء ده حطاه وده ضيح فهو مدرك انه محتاج لهذا النجاح ومحتاج لفرصة تانية يروح فيها تاني كاس العالم عشان يقدم الصورة الحقيقية لمحمد صلاح لانه راح الاولانية وهو مصاب اكتر واحد عايز ينجح ان محمد صلاح ينجح وان المنتخب ينجح الكابتر حسام حسن طبعا كمدير فني هو جاي وعارف ان الدنيا كلها هتقول له اتفاضل يا سيد عارف انه وقع تحت هذا الضغط فهو كابتن ابراهيم مش هيفتعل اي مشاكل او مش هيده فرصة لوجود مشاكل من نوع ايه العلاقة اللي بينك وين الكابتن محمد صلاح لخبرات الكابتن محمد صلاح ولا مكانته ولا خبرات وطموحات اهل حسن ويعني تطلعاتهم هتسمح بهذا فنفضها صيرة بقى لان انا معا كابتن حسام ما تدخلون اتعامل مع المنتخب وكل عشان اللعيبة عشان احنا عملين من كتر ممركزين في الحده دي ما حسسين اللعيبة تاني انها دورها المساندة المساندة فقط فاحنا لا محمد صلاح مش هينجح لابيء بزميله مستحيل صحيح مهما كان فاعزين نستعيد ان احنا كل الادوار في المتخب مصر واي فرقة كبيرة احنا لما بنيجي نتكلم على الاهلي بنقول النجم هو الفريق همنيجي نتكلم عن المتخب مصر مش هنقول النجم هو الفريق طبعا طبعا فيه نجم كلنا لو تحية ولو تقدير تحية ايه ده احنا اللي لازم نحطه على الراس لان هو ده راس حربة كرة مصرية للعالم واجهة عالمين مش هنجين ضعي وقت في الحتة دي ويا رب بقى نقفل ونركز ونشوف اللي جاي طيب ده كلام مهم جدا اللي جاي تقرير مع بعض اعضاء مجلس الادارة يمكن اللي هو مشهور ودين الرفاعي عضو مجلس ادارة ومجموعة من الصحفيين